اختار الله اسرائيل ليكون شعبه المحبوب هو خلصهم من مصر وجاء بهم إلى أرض الموعد ليس ذلك فقط فلقد رافقهم في الصحراء بل أيضا أعطاهم أوقاتا حتى يستطيع قضاء الوقت معهم ليحتفل معهم نرحب بكم اليوم في برنامج السلام عليكم لا زلنا نستعرض معا الأعياد اليهودية الأعياد الكتابية نحتفل بها حتى اليوم في حياتنا كعلامة لأن الله كان مع شعبه وهو معنا وسوف يبقى معنا لأنه هو هو أمس واليوم وغدا وإلى الأبد في هذه الحلقة نحن ندعو رابي جيسون الذي رافقنا جميعا لكي نتعرف سويا على تلك الأعياد جيسون كيف حالك يا أخي؟ كيف حالك؟ سعيد برؤيتك وأنا أيضا السلام عليكم عليكم السلام تشرفت بك؟ كيف تسير الأمور؟ نسير بصورة رائعة نعم يوم آخر بديع هنا في مسيرتنا للتعرف على الأعياد الكتابية كما تعرف عين الله الأوقات والمواسم حتى يمكننا نحن قضاء الوقت معه أليس هذا رائعا؟ معك حق رائع فعلا وأنا سعيد أننا سنتحدث عن عيد المظال ونتأمل فيه معا فهو واحد من أكبر وأكثر الأعياد أهمية في الأعياد التي عادة نتحدث عنها معا نعم دعنا قبل أي شيء نتحدث عن الاسم أنت قلت عيد المظال والمصطلح العبري له هو سكوت سكوت صحيح؟ نعم ماذا تعني تلك الكلمة؟ أقصد معناها اللغوي إنها تعني مسكن أو سكنة لذا يذكرنا ذلك بأن بني إسرائيل سكنوا في مظالهم المؤقتة لمدة أربعين سنة في البرية بعدما تركوا مصر فاليوم خلال الأسبوع يذهب الشعب اليهودي خارج منازلهم ثم يشيدون مظالهم التي تسمى سوكوز يأكلون ويعيشون فيها ويذكرنا هذا بحضور الله ورعايته وحمايته لنا الدائمة خلال أربعين عاماً في البرية وهناك شيء آخر من المهم أن نذكره هو أن هناك ثلاثة أعياد هامة للغاية ونحن استعرضنا اثنين منها بالفعل عيد الفصح وبعدها لدينا شافوت عيد الخمسين والثالث هو المظال وهي أيضاً تعرف بشالوش رجاليم أعياد الحج الثلاثة التي يكون فيها كل رجل يهودي مسؤولاً عن أن يذهب إلى أوروشاليم ما دام قادراً على التكلفة ثلاث مرات في السنة لتلك الأعياد وتعرف تلك الأعياد في العبرية بها خاج الحج هذا مثير للاهتمام أنت تقول حج وماذا يعني ذلك بالضبط؟ هذا يعني عيد أو احتفال نعم لأننا في العربية نقول حج وما نقصده بذلك في الواقع هو أن تحج أي تذهب إلى مكة وتزور الكعبة وأنت تقول إنها تعني عيد نعم تماماً أعتقد أن هناك كثيراً من الروابط بين عيد المظال والحج الذي يقام أثناء عيد المظال أي أثناء الحج يبدو أن هناك علاقة بين الاثنين كما رأينا في الأسماء ولكن أيضاً كما نرى هناك تقديم لأطحية خاصة وكذلك احتفال خاص بالماء وأيضاً تتم ممارسته ويستمر سبعة أيام وهو يعرف على أنه وقت للفرح والاحتفال الذي يستمر حتى المساء لذلك أرى كثيراً من الروابط نعم جغرافياً يجب أن يكون ذلك في أوروشاليم ويطلب من اليهود أن يذهبوا إلى هناك وهو ليس فقط حجاً لكنه أيضاً نوع من الاحتفال بشكل ما لا مجرد الطواف حول المعبد فقط ماذا يفعلون؟ عندما يذهب المسلم للحج يطوف حول هذا صحيح وكما سنرى فالطواف حول المذبح هو جزء مهم من ذلك الاحتفال أيضاً قطعاً هناك ارتباط في هذا هذا مثير جداً للاهتمام لي بالأخص فكما تعرف كلمة حج ليست كلمة عربية أنا أعرف أنها تأتي في الواقع من العبرية مثل الحج وهو الاحتفال الذي يريدنا الله أن نكون فيه معه والآن ما الذي سوف نتعرف عليه؟ ذكرت ثلاثة جوانب تخص ذلك العيد مثل الحضور والإمداد والحماية نعم ولكن ربما وصفت لنا أولاً ماذا يحدث فعلياً في ذلك اليوم؟ نعم يمكن أن نجد ذكراً لذلك العيد في سفر اللاويين 23 بداية من الآية 33 حيث يقول وكلم الرب موسى قائلاً كلم بني إسرائيل قائلاً في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال سكات سبعة أيام للرب في اليوم الأول محفل مقدس عملاً ما من الشغل لا تعمل سبعة أيام تقربون وقوداً للرب في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقوداً للرب حسناً هذه مبدئياً المقدمة وهناك المزيد الذي سنصل إليه فأول شيء هو أن عيد المظال يعتبر وقتاً للفرح إنه أكثر الأعياد فرحة واحتفالاً والتي كانت تقام في أرشاليم عندما كان الهيكل قائماً أرى في الواقع أنه هناك حقيقة واضحة إذا لم تذهب قط إلى أرشاليم لتحتفل بعيد المظال لن تدرك أبداً مقدار الفرح الحقيقي والسعادة التي تكون هناك لأن الله خلص شعبه ورافقهم وكان معهم هناك العديد من الأسباب السبب الأول هو حقيقة أن هذا هو العيد الثالث الأول هو رش هشانع تذكر عيد الأبواق حيث نتذكر الخليقة نحن نتوب عن تقصيرنا تجاه الله وعجزنا أن نكون كما خلقنا أخطأنا نعتبر يوم كبور يوم كفارة نسأل الله أن يغفرنا يطهرنا من خطايانا ويعطينا فرصة أخرى نطلب من الرب أن يعطينا الحياة ويغفر لنا خطايانا ويحررنا وبذلك نتذكر الخليقة نعلم أن خطايانا غفرت نبتهج أقصد أن رأينا يسوع يقول الذي غفر له أكثر يحب أكثر يحب أكثر يبتهج أكثر وهكذا وبالإضافة إلى ذلك الجانب هناك أيضاً جانب آخر وهو نوع مثل عيد شكر يهودي لدينا عيد شكر في أمريكا نشكر الناس فيه الله على البركات نحن نشكر الله على البركات نحن ممتنون جداً والبركة الأولى هي بركة رعاية الله وحضوره بيننا هل تعرف كيف قادنا في البرية؟ يمر كعمود نار في الليل وفي النهار كسحاب كان دائماً معهم وعندما بنوا الهيكل أو الخيمة كان هناك أيضاً لذلك تلك الفكرة هامة جداً لأن في سفر اللويين يقول إنهم يسكنون في المظال ركز معي في الآية فهو يقول لأنني أسكنتهم في مظال في البرية في أماكن أخرى يذكر أنهم سكنوا في خيام فكيف تقول إنهم سكنوا في خيام بينما يقول هنا أسكنهم في مظال هذا سؤال رائع فهو لا يتحدث حرفياً عن أماكن سكنة وفي عدة أماكن في الكتاب المقدس يأتي وصف حضور مجد الله كأنه مظلة أو سحابة من المجد مثل خيمة من مجد الله الذي يشبه مظلة تحمي المؤمنين سأقول في الأساس أعتقد أنه في البداية لم يسكنهم في الخيام بل أسكنهم في سحابات من مجد الله بدلاً من سحابة الدخان نهاراً وعمود النار ليلاً خلق الله لنا مظلة حماية أحاطنا من أعلى من الجانبين من أسفل كأننا كنا مغمورين في الحضور الإلهي حتى لا يصيبنا سوء خلال تلك الأعوام الأربعين في البري هذا هو حفظ الله بالكامل كأنه لا يمكن أن يهاجمنا شيء لا شيء يمكن أن يؤذينا وهذا هو ما يقوله بولوس لا العلو ولا العرض ولا الطول يؤذينا إذا كنا معه تماماً ونحن سنرى أكثر من ذلك بعد قليل وأعتقد أنه يوجد أمر مدهش هنا ففي جنة عدن قبل أن نخطئ كان الله يسير مع الناس وها هو مرة أخرى يسير مع الناس وهو يستخدم حرفياً نفس اللغة المستخدمة في بداية سفر التكوين قبل أن نخطئ يسكن الله الآن وسط شعبه ولكن هناك مقطعاً مبهراً في العهد الجديد في إنجيل متى إصحاح 17 يأخذ يسوع تلاميذه الثلاثة المقربين وهناك على أحد الجبال جبل التجلي وفجأة موسى وإليا يظهران يقفان بجانب يسوع وكان ذلك واو مدهشاً لا يصدق بالنسبة لبطرس أن يرى بعينه موسى لابد أن ذلك كان مميزاً حقاً صحيح كان من المفاجئ أن يسوع تجلى صار شفافاً جسده المادي قد اختفى بينما مجد الله قد ظهر بوضوح وموسى ونبي إليا أيضاً ذابا في مجد يسوع المسيح لأنه هو أعظم من أعظم الأنبياء جميعاً هو المسيح هو المخلص ولذلك السبب كان بطرس متحمساً فكل شيء يريده كان هناك نعم لقد ظلنا أن ملكوت الله سيقام لذلك كان رد فعلهم هو أنه يمكننا أن نبني لك مظلة خيمة أن نرى موسى إليا ومد الله المعلن في يسوع ونريد العودة إلى المخيم لا استمع أنا يهودي نحن خيمنا أربعين عاماً في البرية اكتفين من المخيمات إذن ماذا تعني بذلك؟ فكر في ذلك لحظة نعم أعني أن سوكوت هو العيد العيد السابع في الشهر السابع يستمر لسبعة أيام هو عيد يخص ملكوت الله ملكوت الله سوف يكون كما نرى في عيد المظال فعيد المظال هو النموذج المدي لملكوت الله الإلهي لذلك اعتقدوا أن الملك قد ظهر وأتى الملكوت وتم إعلان مجد الله وأرادوا بناء مظال خيام لأن ذلك كان رمزاً للملكوت جميل إذن هو رمز ليس إلا لأنه بالنسبة لنا نحن المسيحيين سواء بنين الخيمة هنا أو هناك ليس لذلك معنا الآن مكتوب في إنجيل يحنى 1.14 والكلمة صار جسداً حل بيننا قد خيم بيننا حل بيننا حل بيننا ولكن في اليونانية الكلمة خيمة لذلك تلك فكرة عيد المظال لقد خيم الله في وسطنا ليظهر الاحتفال بحضور الله وسط شعبه الإعلان والتعبير الأعظم للحضور الإلهي تمثل في المظال ولكن تمثل أخيراً في يسوع المسيح الذي كان تتميماً لعيد المظال الله معنا عما نئيل في وسطنا يتمشى بيننا يصنع المعجزات ويشفي المرضى هللوه نعم إذن هذا يعني أنه بالنسبة إلى الشخص اليهودي الذي يقرأ ذلك المقطع عن بطرس وحماسته يتفهم هدف بطرس نعم تماماً فنحن لدينا حضور الله الذي يمثل أعظم هبة وهي حضوره والشيء الثاني لدينا هو رؤيته فكر في ذلك لحظة أربعون سنة في البرية هو وقت طويل جداً لملايين من الناس فلا توجد موارد في البرية ولكن أحد الأشياء التي أمدنا الله بها وأكثرها أهمية المائين الماء الماء وكان يمدهم بالماء عادة من الصخر نعم كانت تلك معجزة لقد جاء الله لنا بالماء حرفياً من الصخر لا ليروي عطش ملايين الناس في البرية في الصحراء واو وحتى نتذكر ذلك كان هناك تقص هام يمارس عادة في عيد المظال كل يوم خلال ذلك العيد عيد المظال حيث الكهنة يخرجون من الهيكل إلى بركة سلوام ومعهم جرة ذهبية يملؤون الماء وكانوا يغنون ويرقصون وينشدون المزامير لعبادة الله ثم يعودون إلى الهيكل للسير حول المذبح وينفخون بالأبواق ثم يصبون الماء الذي في الجرار الذهبية يسكبون الماء فوق المذبح كأنهم يقولون يا الله أسكب علينا خلاصك مثل هذا الماء أسكب علينا روحك أسكب علينا الأمطار حتى يكون لنا حصاد جسدياً روحياً أسكب علينا من السماء ماءً يطهرنا يا لها من صلاة يا لها من صلاة لأن ذلك هو بدء موسم المطر في إسرائيل وبالتالي كان هذا رمزاً لذلك فكان هناك تقص سكب الماء رمزاً روحياً الذي يذكر الشعب بماء الله في البرية وهذه معجزة رائعة حيث يقول في يحنى 7 37 يقول وفي اليوم الأخير العظيم من العيد من العيد لذلك اليوم يدورون سبع مرات حول المذبح كل يوم مرة واحدة ولكن في اليوم السابع سبع مرات حول المذبح ليعظموا فرحهم وفي وسط هذا وقف يسوع وتكلم مع الشعب وقدم وعده إن عاطش أحد فليقبل إلي ويشرب لأنه تجري من بطنه أنهار ماء حي ما ييم خايم ماء حي إنه الوعد بنهر الحياة الحياة الذي يمكننا لارتواء للوم أعطى موسى الماء في البرية وأعطى يسوع وعدا بماء الحياة الحي الذي ينعشنا روحيا ويقود إلى الحياة الأبدية حتى لنا اليوم حتى لنا اليوم يقول تعالى واشرب رعاية الرب لقد أمدهم بالماء في البرية ماذا أيضا؟ أريد فقط أن أقول إن هناك أمرا هاما حقا مع ذلك الماء في البرية لأنه كان هناك تقليد أنه بالفعل هناك صخرة تمشي وراءهم بطريقة خارقة عندما احتاج الشيوخ إلى الماء حدث ذلك مرارا معهم عندما كانوا يحتاجون ماء كانوا يطلبون من الله أمام الصخرة فتدفق الماء وهذا ما شدد عليه المعلم بولوس في كورينثس الأولى إصحاح عشرة فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة التي تحدثت عنها وجميعهم اكتازوا في البحر في مصر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح أمين أمين إذن يشير بولوس إلى الماء المرتبط بالصخرة وعندما نهض يسوع في الوسط قال أنا هو الصخرة التي تبعت آباءكم في البرية كان هذا أنا وأنا أقدم ذلك لكم اليوم مرة أخرى ولهذا السبب في الواقع نحتاج أن نطلب من يسوع أن يجعل هذا الماء يتدفق في حياتنا الروحية وفي الحقيقة هذه هي مشيئة الله لكل مننا الله دوما يريد أن يمدنا بخيره الوفير إذن ماء من الصخرة المايين ثم بعد ذلك المن المن ماذا كان يمكن أن يأكل ملايين الناس في البرية صحيح نعم أعطانا المن خبزا من السماء في كل يوم لكي يشبع شعبه كان ذلك أكثر الأطعمة المغذية التي قدمت ليس عليك أن تفعل هذا رائع وفي نفس الوقت كان نفس المقدار من المن يكفي ليشبع الكبير والصغير كان طعاما إلهيا خارقا للطبيعة ونحن نحتفل برعايته لنا ومرة أخرى كل تلك النقاط في المسيح لأن يسوع وقف وقال أنا هو خبز الحياة فأولا الماء والآن خبز الحياة نعم مثلما أعطى موسى الماء في البرية بمساعدة الله والله من خلال موسى أنزل المن ليأكل في البرية يسوع المسيح أعظم من موسى لذا يقدم لنا خبز الحياة كل من يجوع روحيا يأتي ويأكل منه واو وأين ولد المسيح؟ ولد في بيت لحم وماذا يعني؟ بيت الخبز نعم ولد في بيت لحم بيت الخبز نعم لأنه هو خبز الحياة وهو يهب لنا ذلك الخبز حتى اليوم نعم إذن رعاية الله سوف يعطي الله جميعنا وهو يسدد احتياجاتنا حسب غناه ومجده ويسوع أخبرنا أن نصلي أعطنا اليوم ماذا؟ خبزنا اليومي هذا صحيح وهو يفعل ذلك وأقول لك بأمانة دوما أرى عمل الله معي مررت بمواقف قاسية عشنا أنا وزوجتي بالإيمان نعتمد عليه في كل شهر لتلبية احتياجاتنا وصدقني لم أره مرة واحدة لا يسدد الاحتياجات حتى عندما يكون الاحتياج لكثير من المال لندفع الفواتير وما إلى ذلك أمدنا الله دائما لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا الله حقا أمين وصالح أمين أمين إذن الحضور تسديد الاحتياجات ثم الحماية هناك شيء آخر يخص تسديد الاحتياج لم تبل ملابسهم لمدة أربعين عاما في البرية رغم أنهم يسيرون في البرية نعم فكر فيهم صحيح لا يصدق لم تكن هناك مراكز لتسوق في البرية برية مول لا يستطيعون التوقف للتبضع لم تكن هناك ملابس وعحذية غير ما يرتدون إذن الماء المن الملابس هذا صحيح وشيء آخر لا يصدق أن المسيح عندما تجلى فإنه أعلن مجد الله في جسد ممجد وقد وعد الله أننا سوف نتغير وهو يكسون ببره وغناه وكرمه أتعرف نحن أيضا لدينا الوعد برداء جديد سوف يأخذ الجسد الترابي المتسخ لحياتنا ويعدنا برداء أبيض لامع من الدر يجعله جديدا يجعله جديدا هللويا نعم دعنا ننتقل إلى الجزء الثالث كما تعرف هو الحماية حماية الله نعم إنه من المذهل أن تفكر في عدة أشياء في البرية الحرارة لم تؤذهم العقارب الحيات لم تؤذهم حماهم الله من البرد والحر حماهم الله من الأعداء عندما كان عليهم المرور خلال مناطق مختلفة لقد حماهم الله في الماضي أثناء الموسم ولكن الأكثر أهمية أن الله سوف يحميهم في المستقبل كذلك لأننا نقرأ عن ذلك في أماكن متعددة من ضمنها سفر زكريا 14 وأجمعوا كل الأمم على أوروشاليم للمحاربة الكتاب يقول فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم يحارب من أجل شعبه ويخلصهم كما يقول في هذا السياق أيضا فيسكنون فيها ولا يكونوا بعد لعن فتعمر أوروشاليم بالأمن وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أوروشاليم لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم وعيونهم تذوب في أوقابها ولسانهم يذوب في فمهم ويكون في ذلك اليوم أن اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم ويهوذا أيضا تحارب أوروشاليم حتى نصل لزكريا 14-6 ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أوروشاليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظام صحيح فهذا شيء مذهل الله الذي حمى شعبه في الماضي سوف يحميهم في المستقبل وسوف يقيم مملكة من اليهود والأمم الذين سوف يذهبون إلى أوروشاليم ليحتفلوا بعيد المظال في سلام متحدين في صار شلوم رئيس السلام يسوع ليعبدوا ملك الملوك ورب الأرباب كل أمة وكل شخص يهودي إسرائيل والأمم معا هللويا هللويا كنت أود فقط أن تخاطب مشاهدينا لأنه إذا كان هناك شخص يفتقر إلى أي شيء مثل حضور الله أو أنه لا يشعر بحمايته وهو يعيش في خوف قلت إن الله سار مع شعبه وأعطاهم الماء أعطاهم المن أعطاهم حتى الملابس لذا هل يجب علينا أن نقلق بشأن احتياجاتنا؟ إذا كان هناك شخص قلق ربما لا ينام الليل لأنه حقا قلق بخصوص كيف ستسير حياته ماذا تقول لهم؟ ما أريد قوله إنه في عيد المظال أسكن الله بني إسرائيل في مظال مساكن مؤقتة وهذا يذكرنا أننا في الحياة مجرد عابرين بها ليس هذا وطننا نحن نعبر خلاله ربما تبدو الأمور غير آمنة هذا هيكل مؤقت ثم هناك الأغصان التي تلوح بها أمام الله وتقوم بشكره على بركته الغنية سدد الله احتياج شعبه والله هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد هو لا يريدك أن تحيا في الخوف بل يريدك أن تعيش بالإيمان هو يريدك أن تنتقل من الخوف إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الثقة يجب أن تثق في الرب ما فعله في الماضي هو رمز وهو وعد يريد أن يفعله من أجلك اليوم في الحاضر كما كان الله دائماً مسدداً حاجات شعبه سوف يسدد حاجاتك سوف يكون معك هو سوف يرعاك هو سوف يحميك الله لم يعطك روح الخوف أو الحزن على العكس بل روح القوة والمحبة والنصح من خلال يسوع المسيح مخلصنا وكما أنه كان يحرسهم هو أيضاً يحرسك سوف يكلف ملائكته بحراستك وأنا سوف أتكلم بأمر البركة عليكم جميعاً الخاص بعيد المظال عندما يسكن اليهود والأمم معاً في وحده هناك هو يأمر بالبركة أكثر من أي وقت حتى نقول معاً تعال يا رب وخلصنا تعال يا رب وباركنا تعال يا رب وكن معنا تعال يا رب لتحرسنا نقول يا رب أحضر خلاصاً وإنقاذاً الآن أحضر لنا انتصاراً وراحة الآن من أجل إخوتي وأخواتي سدد كل عوز لديهم مادي، روحي، اجتماعي، عاطفي في اسم يسوع مسيحنا لك البركة آمين 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 شكراً لك رابي جيسون وهذه هي رسالتي لك اليوم أريد أن أشجعك تمسك بهذا الإله الذي كان معك أمس واليوم وغداً لا تخف أبداً افتح قلبك وعقلك وبيتك وقل للرب يسوع أنا أريد أن تأتي إلى حياتي وأن أختبر ذلك العيد معك ودع ذلك الاحتفال أن يصير حقيقة في بيتك وكنيستك وأينما توجد يبركك الرب إلى أن نلتقي المرة القادمة